اشتركوا في القناة اللجنة التحقيقية اتهمت بعض القادة والامرين بالضعف الامر الذي ادى الى حدوث فوضى وارباك وعدم سيطرة على الرمي وكذلك ضعف بعض مدراء الوكالات الامنية بواجباتهم ما ادى الى عدم وصول المعلومات الى القادة والامرين هذا بالاضافة لوجود خطط لفضل تظاهرات بنحو سلمي الا انها لم تنفذ بشكل صحيح كذلك قلة القطاعات المخصصة لمكافحة الشغب من قوات وزارتي الدفاع والداخلية ظهور تسجيلات صوتية لمسؤولين تحرض القوات الامنية على استخدام العنف تم التأكد من صحتها واحيل الملف للقضاء قيام القوات الامنية بتحديد حركة المتظاهرين اثر بنحو عكسي على التظاهر وعلى عمل القوات الامنية عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لنصب كاميرات المراقبة في الساحات والمدن كذلك اللجنة وصلت الى حقائق قام بها المتظاهرون منها قيام البعض بحرق عدد من مؤسسات الدولة قاد حمايتها لفتح النار وحمل بعض المتظاهرين لقنابل المولوتوفا ورميها باتجاه القوات الامنية الاعتداء على القوات الامنية ومؤسسات الدولة من قبل بعض الذين ارادوا تحريف التظاهرات عن سلميتها كذلك عدم الالتزام بقرار حظر التجوال ما جعل المتظاهرين يتجمعون ضمن مناطقهم اللجنة قالت ان الاحصائيات الرسمية للطب العدلي بينت ان ما يقارب 70% من اصابات الشهداء كانت بالرأس مع وجود موقع للقنص في احدى هياكل الابنية المتركة كما اشرت الغياب الواضح للحكومات المحلية وترك القوات الامنية تواجه الاحداث طيلة التظاهرات وعدم قيام هيئة الاعلام باتغاذ اجراءات ضد القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي المحرطة